السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دروقتي ميكسوفت مينج بدي خاصة ان انت تعمل الصور زي ما انت عايز بتقول له بس ايه التكست كده انا كتبت له انا عايز مثلا جمل مصنوع من الخط العربي المزخرف ثلاثة الابعاد باللون الزهبي الوردي وبقول له create ودعا نفرج على الصورة هيعملها لنا ازاي طبعا ممكن اي حيوان تاني غير الجمل لو انت حبيب اسد مثلا لاحظ ان احنا نكتب بالعربي وهو بفهم العربي تمام فاعملك حاجة بالشكل الجميل طيب خلينا نقول له اسد طب خلينا نقرب مثلا قصرة مثلا لاحظ الكلمة اللي هو اقتراح علي بيقول لي اعمل ارض يكون مشركة في شمس على هاية فانجوخ فهنجرى نص التكست اللي هو الهولنة وممكن نكتبها بالعربي كمان يعني عربي او انجليزي هو بيفهمها فاعمل مشكلة هنا اعمل اصر كلهم بالحروف العربية زي ما انت شايف طيب ممكن نجي هنا وقل له انا عايز اصاني وقل له وقل له فيبدأ يجبها لنا بالشكل ده طيب خلينا مثلا نقول له احنا عايزين نلوحة منظر طبيعي مشمس باسلوب ليوناردو دا فنشي وقل له create كل ما يكون الفنان مشهور كل ما يجيب لك لوحة غربية من شغل بتاعه لان هو يتغذى باللوحة اللي هو رسمها فتبقى لوحة كتيرة فبقى عنده امكانيه ان هو يجيب لك حاجة غريبة من الفن بتاعه فجاب لنا لوحة بالشكل دوت وممكن تحدد له لوحة معينة تقول له ان اعايز حاجة مثلا لوحة العشاء الاخير او لوحة كذها زي ما انت عايز هنا قل طيب اعمل لوحة العشاء الاخير بسلوب فنجاخ ففعلا بدا يجيب لك التأثير اهوت فنجاخ اه يعني اول واحدة يا دي الاقرب للفنجاخ فزي ما شايفت اقدر ان انت تبتكر حاجة كثيرة جدا بسلوب سهل جدا روي بسيط موسيقى موسيقى